طلب الحكومة تمويلاً استثنائياً من البنك المركزي بقيمة مليارين وسبعمائة مليون دولار يسلط الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس حيث ستدفع أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية خلال هذا العام بزيادة قدرها أربعون بالمئة مقارنة بالعام الماضي وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبدالجليل الهاني لرويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة مشروع القانون الذي وافق مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضي يتضمن تمويلاً مباشراً بقيمة مليارين وسبعمائة مليون دولار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر ويسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك خبراء اقتصاديون يرون الخطوة بأنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي لكن النائب الهاني قال إن مراجعة القانون لا تهدد استقلالية البنك لأنه استثنائي لمرة واحدة وتم اللجوء إليه في بعض الدول الأخرى وحتى في تونس سابقاً عندما مول المركزي الحكومة بقيمة مليار دينار عام 2020 ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون الذي طلعت عليه رويترز على البرلمان في جلسة علنية لمناقشته الأسبوع المقبل ومعنا من باريس الباحث الاقتصادي والأكاديمي حسان القبي أستاذ حسان ما هي الأثار المترتبة على اقتراح الحكومة بتعديل القوانين للسماح للبنك المركزي بتوفير تسهيلات واحدة أو لمرة واحدة للخزانة نعم بعد تحية من خلالك لكل فريق الحرة وأموم المشاهدين كما قلنا سابقاً أن مسئل تدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية الدول أثارت جدلاً كبيراً في البحوث العلمية بين الباحثين في الشؤون الاقتصادية بين آراء ممكن تكون في هذه الناحية وآراء أخرى معارضة بشدة لمثل هذه الخطوات حتى عملياً هناك بنوك مركزية تقوم بمثل هذه الخطوات يعني يقول أن الفيدرالي الأمريكي منذ شهر أكتوبر بدأ في شراء سندات من وزارة الخزانة الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار شهرياً ممكن هناك من سوف يقول على الاقتصاد الأمريكي والدولار قوي ليس مثل الاقتصاد التونسي صحيح ولكن من حيث المبدأ العملية ممكنة ولكنها خطيرة ومحفوفة بالمخاطر نصح التعبير مثلاً هنا في أوروبا على البنك المركزي الأوروبي يمنى على البنوك المركزية الأوروبية تمويل الميزانيات حتى من كتبوا في هذا الموضوع تحدثوا عن إمكانية الذهاب في مثل هذه الخطوات يجب أن تكون هذه الخطوة مدروسة من حيث أن يكون التمويل يتناسق مع خلق الثروة في البلاد خلق الثروة في البلاد نحن في 2023 وحسب تقديرات البنك الدولي حققنا تنمية 1.2% النسبة ليست كبيرة جداً وضخ 7 مليارات دينار ممكن حتى لو قارننا بينما وقع ضخه في 2020 كما جاء في تقريركم مليار دينار فقط وبين أن تضخ 7 مليار كاملين في اقتصاد لم يحقق إلا 1.2% بنسبة تضخم أصلاً تعتبر مرتفعة نسبة تضخم في تونس تقريباً 8.3% أستاذ حسان كان هناك تخوف من تأثير على استقلال البنك المركزي هل يمكن أن تشكل هذه الخطوة أو تغيير القوانين حتى ولو لمرة واحدة أن تكون سابقة لتدخل الدولة في المستقبل للسياسات النقدية والبنك المركزي في تونس أنا أعتقد أن تونس تحترم مبدأ استقلالية البنك المركزي وقرار البنك المركزي أعتقد ذلك جيداً حقيقةً ولكن هناك كما يقولون وضعية صعبة للمالية العمومية اليوم حتى من كتبوا في الموضوع قالوا هي المسلة مسلة اختيار اختيار بين ماذا وماذا؟ بين الاستقرار المالي لأنه اليوم في الميزانية لديك فجوة بـ 10 مليار دولار 10 مليار دينار تقريباً مسلة اختيار أما أن تضبط الأمور المالية وممكن تكون أكثر تساهل مع التضخم أما أن كذلك تريد تحجيم التضخم وخفض التضخم ومنهما سوف يحصل لديك يعني عدم استقرار مالي أنا في تقديري مسلة المالية العمومية بحاجة إلى إسلحات جذرية وعاميقة وموجعة لأنه كتلة الأجور في تونس لا يمكن أن تواصل تونس بكل تلك كتلة الأجور لكن فجرت منذ 2011 إلى اليوم وأصبحت تقريباً أكبر كتلة أكمل 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 ممكن الفكرة من فضلك حتى أسترسل أكبر كتلة أجور تقريباً في العالم في الوظيفة العمومية في تونس يجب مراجعة من دخلوا الوظيفة العمومية منذ 2011 إلى اليوم لا يمكن المواصلة بكل تلك كتلة الأجور لأنه في وقت من الأوقات كتلة الأجور هذه سوف تسقط الإدارة العمومية التونسية خاصة وأن الإدارة التونسية تعاني الكثير من الانتقادات ولكن في نفس الوقت نتذكر أن الإدارة التونسية ساهمت في تماسك الدولة منذ 2011 إلى ممكن 2014 أحفظوا فترة افتراب هذه حقيقة لأعطاء قيصر مالي قيصر تحدثت عن الإصلاحات كيف ممكن أن يؤثر هذا القرار على مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وهي مفاوضات جارية وقدرتها أيضا على تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي تتحدث عنها نعم هو بالنسبة لمسلة علاقة تونس بصندوق النقد الدولي حقيقة أنه عندما يطلب صندوق النقد الدولي مسلة رفع الدعم القائمين على الأمور في تونس يعرفون جيدا أنه سوف تؤدي إلى ممكن عدم استقرار اجتماعي لأن الدعم اليوم أكثر من ضروري في وضع العالم يعيش أزمة اقتصادية ولكن من ناحية أخرى عفوا الذهاب في مثل هذه القرارات للأقتراض سوف يرفع التضخم والتضخم سيد الكريم هو أحد محددات عدم الاستقرار السياسي لأنه عندما ترتفع نسبة التضخم بمقدار كبير وكبير جدا سوف تواجه في الغد احتجاجات في الشارع التونسي على الأسعار المرتفعة والملتهبة وحتى حاليا الأسعار تعتبر مرتفعة في تونس عندما نتحدث عن زيت زيتونة يباه في السوق الحر بـ 25 و24 دينار سعارة الدولة بـ 15 دينار أسعار لم يعرفها التونسيين إطلاقا وقص على ذلك في العديد من الأمثلة أنبه جيدا أن التضخم المرتفع قد يحدث نسبة احتجاجات شعبية كبيرة وكبيرة جدا شكرا لضيفنا أستاذ حسان القبيع الباحث الاقتصادي والأكاديمي على هذه المقابلة